دكتور وقيل اتكلم في جزئية لا علاقة باللحاك اللي امتي فيها فكرة التفقيف بالنسبة للأهالي لأن شفنا المشكلة وجزورها راجع للأهل عشان كده احنا دايماً بنلاقي مفرقاتنا بين الأطفال وما بين بعضها حتى وإن كان السن والفرق الفردية يعني متشابهة فرق السن بيفرق طبعاً طبعاً الفئة العمرية بتختلف تماماً حتى في طريق التراكات طب اللي ما بينهم وقت قليل ولي ما بينهم وقت كبير بترجع مرضو ثقافة ولي الأمر يعني احنا زي ما حاك قلت كده احنا دايماً الكبير بالنسبة لنا هو المدلل عند أسر تانية الكبير لا هو ذات المسئولية وهو دايماً اللي مقهم بمشاكل الأصغر منه فدي للأسف بتبقى ثقافة ولي أمر عشان كده احنا دايماً بنقول احنا الحقيقة بنواجه مشكلة كبيرة جداً يا أستاذ الشامح هي فكرة أن ولي الأمر دايماً بيتعامل باللي هو تربع عليه أياً كان بقى الموروث الثقافي التربوي اللي عنده ده ماشي إزاي فللأسف الأهالي ما بتاخدش بالها أن عالم التربية والمجال النفسي في التربية ده مهم جداً لأن احنا ما نقدرش نقول أن احنا نربي ولادنا زي ما احنا ما تربينا إطلاقاً للمغريات النفسية والمجتمعية اللي حوالين أطفالنا دلوقتي زي اللي كانت موجودة عندنا زمان العصر غير العصر تماماً يعني لو أقوله حريك ده المفروض وليه الأمر عفواً يعمل إعادة تأهيل تربوي لنفسه قبل ما يقبل على فكرة الزواج مش على فكرة التربية دي في حد ذاتها في منطقة الخطورة وما ينفعش يبقى فيه مقارنة أنا يمكن بس الناس بتزعل لما بقول أن لا أطفالنا يعني هما كويسين والمجتمع هو اللي ظالمهم وهم مش أرود ومش عفريت ومش الحاجات اللي انت بتعودوا تقولوها على أهاليهم دي خالص يا جماعة يعني الأولاد ما هما إلا يعني هما عبارة عن سبونج بس هي بتمتص كل الإيجابيات أو السلبيات اللي حواليها فهو الطفل اللي مولود دلوقتي هو زي زي بابايا زي جدي زي كل الناس اللي فاتت زمان فهو ما عليه غير أنه هو بياخد مكتسبات من الخبرة الحياتية اللي موجودة حواليه هو ملوش زمد ملوش علاقة لكن إحنا كأهالي للأسف اللي مش عارفين نربي صح خليني أكون صريحة معك أكتر في البوينت دي تحديدا فكرة إن إحنا بنتعامل بمبدأ التربية المتنقدة بشكل سافر دي محدش بياخد باله منها بمعنى التربية المتنقدة؟ يعني إن أب يبقى ماسك سجارة ويقول لابنه ما بلاش ان سجاير غلط الأم اللي ماسكها الموبايل ليل ونهار وعلى جروب المومز شغلة نفسها بالفلاسك اللي ضاعت مش واخدى بلها يقولون ما لا يفعلون يعني بالضبط هو الطفل بيحاكي يعني ده إحنا عندنا مبدأ في منتهى الخطورة وفي منتهى النعمة من ربنا وهو مبدأ المحاكاة النفسية للطفل باللي حواليه لما بيلاقي ممتو بتحط ميكاب فهو بيقلت وبيعمل زي هاي كان بقى ولد أو بنته مش فارق هو بيعتبر إن الكبير ده قضى فهو عايز يبقى زيه فاحنا ده مبدأ مهم جدا مش محتاج مني إن أنا أقول للولد اعمل صح واعمل غلط أنا مش محتاج أكتر من إن أنا أعمل الصح فبالتالي ريليتد هو هيعمله الناس ما تاخدش بالها للأسف من الحتة دي خالص فكرة إن أنا بزبط ساعة بيروسية للطفل دي في منتهى الخطورة لكن إلى جانب إن أنا بنبه وأنا كأم مثالية هو قاعدة بقول لأ وأنا بقول لأولادي نموا الساعة تسعة وكده فهو ما اللي بيسمعوش الكلام أيوما هو ما يسمعوش الكلام لأ أنا حارك صحية فأنت ما ينفعش إن أنت تقول لهم على حاجة وإنت تكوني مش قادرة تنفذيها ما ينفعش الطفل بيحاكي كل تصرف سلوكي بيمر حواليه في البيئة المحيطة بي فبالتالي لازم تبدأ بنفسك كأب أو كأم عشان أولادك يكونوا فعلا بيتصرفوا زيك لذلك أنا بقول لحاجة الثقافة مختلفة من ولي الأمر الثاني فيه بالنسبالي الكبير ده هو الطب فيه حد بالنسبالي الولد هو الطب فيه حد بالنسبالي الصغير ده المدلل بالنسبالي فدي مفرقات ثقافية للأسف يعني طيب دكتور